بس مش دي قصة يعني هنا هبقى هرجع وانسى حمد سخيو على مسألة الجامعة يعني على سبيل مثال انا النهاردة افترضنا ان انا عايز التحق بهارفرد ييل ستانفرد اكسفورد امبيريال زي ما يطلع ما هي ليها ويب سايت رسمي وكلنا يعني مفيش حد هيغلط اكسفورد او اكس اف او ار دي ايه لقى ده حاجة طيب ازاي بتخدع يعني ما هو اكيد بقى برضو ولاد الجنية دول عاملين اساليب يعني ازا كان بعرف يضرب الايميل اللي جايلي فانا لقى الميل جايلي من جامعة كبيرة وانا مسدق وبروح احول لهم فلوس ومستني بقى الشهادة لما تجيلي وممكن يكونوا بيبعتولي شوية امتحانات تفا وحلها او يقولي يعمل بيبر مش عارف ايه وعملها وابعتها واي مزرميت وتروح جايلي يقولي انت اخدت الشهادة الف مبروك انت هتلبس تاج الجزيرة السلطانية هنا بقى يجي السؤال فيه ناس اللي لسه بتتخدع في اسمك باسمك كبيرة طب بيتخدع ازاي ده مبدئيا انا لو هدخل وهدخل اقدم سيرش بسيط جدا على جوجل وده اسهل واسلم طريقة هدخل اعمل بحث بسيط على جوجل هيظهر لي اسم الوفصاية اللي انا عايزه دخلت اي وصاية ايا كان هو نوع ايه لازم بيكون عندي حاجة اسمها about us ويكون عندي حاجة اسمها contact او contacts بدخل على الاثنين او contacts تحديدا يعني خلاص وبيجي لي وسائل التواصل معي في الغالب يعني دايما بيكون حاطتلي اسم الاميل بتاعه بقى كلكي مين عليه ولا حاجة او كلكي بسيطة هتدخلني على طول ان انا افرد اي اميل له وابعت له اي اميل وهنا انا تواصلت باسمي معي طب مشان اينفع اشتري دومين وروح مننزل كل حاجة واكتب contact us فيحطي الفيسبوك والتويتر والانستجرام والميل وكل الكلام ده وهخش ويرد علي ما برضه ممكن يبقى جن يعني في حاجة تانية لو انا اختلط علي الامر بالنسبة للدومينات في حاجة اسمها scam advisor ده ورسايت ممكن احنا ندخل نحط اي لينك احنا شاكين فيه او كده scam advisor ده اي حاجة ايا كان وبيكون عندك الناس اللي قابلنا دخلت حطت فيدباك على الوبسايت ده ازاي وفي نفس الوقت هو بيسكال الوبسايت بيشوف هل هو مطابق حاجة تانية طب هل هو دومين فيه لعب فيه اي حاجة في نفس الوقت بيديك فيدباك هل الناس قالت عليه انه هو موقع نصوب ولا موقع حقيقي وانا ممكن عندي امكانية لنا اتعامل معي في الحالة دي انا لو تأكدت او انا سايل في الاول يعني اختلط على الوقت ودقت اللي انا والله انا مت لغبط ايه قصة ايه الدنيا استخدم الوبسايت ده او الوبسايت ده بسيط احنا نحاق ان احنا نساهل الدنيا اوي على الناس اللي هو انت اختلط عليك الوقت ويدخل حط رابط الموقع على طول هدوني زيان ده سكام نصباتي او لجده او الموقع ده حقيقي وممكن تتعامل فيه فونس ان انا خلاص تأكدت اتعامل من خلال القناهات الرسمية بتاعته اللي هو حاطتها على الورسايت نفسه وابتدي ان انا اخد خطوات التفاعل او خطوات التعامل معي فيه نقطة تانية واحنا دايما بنقولها وهي موضوع الصفحات اللي بقيت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دي تعد احد الكواس الطبعية ليه بقى؟ لان الناس حاليا مش ملمة اوي بالدنيا اللي موجودة حاليا على التواصل خصوصا ان مواقع التواصل حاليا بقت اكبر سببه وممكن تحصل وياخد لك بقى فيديوهات من هنا ويجمع لك فيديوهات من هنا وشغل حمادة منتاج يجي يشتغل عليه ويزبط لنا الدنيا ولا حمادة ده هو هياخد الفيديو زي ما هو بتاع الجامعة الحقيقية وروح حط عنده وبيعمل الكلام ده فعلا فللأسف هنا ده انا بسمين هو بيبقى يعني قلم كده للناس يعيني اللي بتوقف القصة دي وفي نفس الوقت بيبقى عندهم يعني سرعا هو عايز اخلص وعايز انجز الدنيا بتاعت وادخل اتحق مثلا بمكان او ادخل اتاخد اعتمادات من مثلا مكان محترم او حاجة وده للأسف موجود حل القصة دي حل القصة دي باختصار يعني وانا مؤمن بالكلام ده انت لو هتروح انا بكلم كطالب ان انت يا طالب لو هتروح او يا غاوي مثلا انك تاخد شهادة معينة او طفع الاعتماد ايه لازم تحاول تتواصل مع الناس مع الناس وبنأكد تاني مع الناس في المكان بتاعهم بالنظر كده انت بيبقى اصلا عندي ان كان المكان ده كفتة ولا المكان ده حقيقي ومعتمد وكده في نفس الوقت وده انا بقول دايما القصة دي انت لو برضو هتتجه لقصة اللي انا هدخل فيه قصة الاونلاين وان انا بتعامل بالزوم ميتنج بتعامل بيه الحاجات المعتمدة على الوبينار والتجمع ومحاضرات الاونلاين والكلام ده كله خليك قوير جدا لان انت حاليا ممكن انا اعمل لك لوكيشن كده بسيط جدا باتنين جنيه ولا تلاتة جنيه خلاص ورايا وخلاص تتأكدت ان انا في المدرج او اضراف لك حتى المكان اللي وراه بالكروما وحرك هتصدق الكلام ده كله وفيرتش والستوديو كل سنة منتطيب والموضوع منتهي وانا هنا بقيت متأكد ان انا بتعامل مع مكان حقيقي قصة بقى التوقعات الرقمية وما يتعلق بيه ان انا يبقى عندي حاجة مثلا اقدر ان انا تأكد فعلا من مرجعيتها ده احنا بنقول يا جماعة لو 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 الشهادة اللي هتاخدها ما فيهاش حاجة زي كده على الاقل كوسيلة كخطوة كده اقول احنا بنبتدي بيها اللي هو سلام عليكم عندكم اعتمادات مثلا بتوقيع رقمي او عندكم رقم بناخده سيريا المسلا بنبحث بيه لو ما لقيتش كده اقول لهم طب سلام عليكم وعليكم السلام انا يعني اشتريت من مكان واحد تاني بس خلاص رايح نفسك لان انت هنا بتعامل مع واحد نصاب وبتعامل مع واحد نصاب محترف يعني بنكلم هنا في درجات نصب وواحد معلم فنتاك كير طبعا نخلي بالنا والاهم ان احنا لما هتتعامل مع حد نصاب يستحسن وده الافضل وانا دايما مع المبدأ ده بلغ عمه بالبلد بلغ عمه نعيز اشكر حضراتكم جدا 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 على وجودكم عمه النهاردة ولا اننورتونا مانا بنتي صلاف سنة والعامة مناسبة مصر في سنتين الاخرانين كانت حريصة لان سمعة شهادتها برا تكون قوية وعملت مشروع في مشروع قومي بتتبنى الدولة المصرية حاليا هو فكرة الشهادات المؤمنة جميع من اول مرحلة السنوية العامة حتى الدكتوراه حاليا الشهادات بتطبع على اوراق خاصة بس دي بقى لازم لها عجلة حلوة دي بنتي عايزة تخش علمي رب العفاء الله قلت لها اسمعي مني لا علمي كويس علمي كويس أبوكي علمي مين علمي مين أحب العفاء بزي يا رب جميعا كندنا بالمناسبة أمريكا من أكتر البلاد اللي بيتنصب فيها حتى عالم واطنيها يعني هي المصدر نصب بتاع الجامعة المضروبة ده فأمريكا عادي وناس أمريكان بيضربوا يعني بيقعوا في نفس الفخ بتاع جامعة المضروبة فضرتلنا م عندهم أصلا فش زاء ده جوة كوكب كود لحن نمصور الموضوع ده والله